مرحبا بكم من جديد اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين ساحات المسجد الاقصى صباح اليوم ونفذوا جولات استفزازية بحماية مشددة من الشرطة الاسرائيلية وكالة الانباء الفلسطينية قالت ان القوات الاسرائيلية حولت باحات المسجد الى ثقنة عسكرية نصبت الحواجز داخل اسوار البلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم كما منعت الشبان من دخول المسجد الاقصى اعلن الجيش الاسرائيلي شن ضربات بالمدفاعية على الاراضي السورية اتى ذلك بعد ان اعلن الجيش الاسرائيلي ان ثلاث قذائف اطلقت من الاراضي السورية سقطت منها اثنتان في منطقات مفتوحة بالجولان السورية المحتل واحدة عند خط وقف اطلاق النار وذلك بعد خمس ساعات فقط على استهداف اسرائيل بثلاث قذائف في وقت سابق مساء السبت وردا على اطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل اعلن الجيش الاسرائيلي ان الطيران الاسرائيلي قصف مجمعا الجيش السوري وانظمته وانظمة رادار ومواقع مدفعية واضف الجيش في بيان له ان اسرائيل تحمل دولة السورية المسئولية عن جميع الاعمال التي تتم على اراضيها وفي المقابل اعلنت وزارة الدفاع السورية ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم اسرائيلي بالصواريخ جنوب البلاد واعترضت بعضها هذا ونشر الجيش الاسرائيلي فيديو من غرفة عمليات قيادة فرقة 210 المسئولة عن منطقة الجولان المحتلة يوثق الغارات التي شنها على عدة اهداف في سوريا اشتركوا في القناة ولتفاصيل اكثر ينضم الينا من القدس مدير مكتب الشرق محمد دراغمة محمد مرحبا بك معي ماذا في تفاصيل هذا القصف المتبادل بين الجانبين السوري والاسرائيلي وهل يعد الهجوم تطورا جديدا غير معتاد نعم سالي هناك تطور هذا التطور يتمثل في كسر قواعد الاشتباك على جبهة الجولان وجبهة لبنان جنوب لبنان جنوب لبنان جبهة صامتة منذ حرب العام 2006 جبهة الجولان صامتة منذ العام 1967 نعم وهو المستغرب الآن هذا المستغرب بالنسبة لإسرائيل هناك المعارضة تحمل الحكومة المسؤولية عن ذلك وتقول بأن هذه الحكومة ضعفها تفككها انشغالها في قضايا تبرئة رئيس الحكومة من الفساد وتغيير الوجه القانوني لدولة إسرائيل جعل الأطراف تتجرأ عليها وهناك خشية خشية الحكومة من أن هذه المحاولات بدت بسيطة رشكة صواريخ من لبنان رشكة صواريخ من الجولان لكن في المرة القادمة ربما تكون الصواريخ أكثر ربما تكون أكثر دقة هم يقولون بأن هناك جهات في سوريا ولبنان تكسر قواعد الاشتباك التي دامت طويلا وتفتح جبهة متعددة الأبعاد من لبنان إلى سوريا إلى قطاع غزة ولذلك هنا القلق الإسرائيلي بأن قوة الردع تتآكل وحسب وصف أحد الخبراء العسكريين بأن إسرائيل أصبحت ملطشة أي أحد ممكن أن يطلق عليها السواريخ لذلك هنا هو القلق الحقيقي لإسرائيل من أن قواعد الاشتباك تتغير ويصبح ضرب إسرائيل من لبنان ومن سوريا عادة شبه يومية وهناك تحليلات بأن الأطراف التي كانت وراء إطلاق هذه الصواريخ تريد أن توقف الهجمات الإسرائيلية على الأهداف السورية معروف بأن إسرائيل تقوم بقصف روتيني في سوريا وهناك تحليلات بأن هناك جهات إيرانية، سوريا، لبنانية تستغل الأوضاع الحالية في المسجد الأقصى وتريد أن توحد كل الساحات وتشكل ضغطا على إسرائيل وحدة الساحات لبنان، سوريا، إيران، قطاع غزة، الأراضي الفلسطينية هذه مخلقة بالنسبة لإسرائيل لأن إسرائيل غير جاهزة لمواجهة جبهة متنوعة ومتسعة على هذا النطاق نعم، هل ذلك يبرر محمد ما تقوم به الآن الحكومة الإسرائيلية من اقتحامات أو المسوطنين الإسرائيليين من اقتحامات لباحات المسجد الأقصى ومسنودة بحماية شرطية هل هذه هي قنبلة دخانية إن صح التعبير لتشتيت الأنظار عن ما يحدث فيه الداخل الإسرائيلي أم هي رد مباشر على الهجمات التي تعرضت لها تل أبيب إسرائيل كانت مرتاحة تماماً في التعامل مع الفلسطينيين تضرب قطاع غزة متشاءت، تضرب الضفة الغربية، تقتحم المسجد الأقصى لكن هذا التعدد في التحديات التي تواجهها جعلها تقف وتفكر في الخطوة التالية لذلك جاءت الردود على القصف من سوريا ومن لبنان محدود جاء هذا القصف محدوداً واستهدف أهدافاً تقليدية ولم يذهب إلى درجة واسعة من إشعال حرائق في المنطقة لذلك إسرائيل لغاية الآن ردها محدود وتريد التفرغ في مواجهة الموضوع الفلسطيني في مواجهة الموضوع الفلسطيني هناك أيضاً تراجع إسرائيل في الأيام الأخيرة في نهاية الأسبوع قامت باكتحام المسجد الأقصى ونكلت بالمعتكفين وأخرجتهم بالقوة لكن ما شاهدناه اليوم أن المعتكفين تحدوا الجانب الإسرائيلي ورفضوا الخروج من المسجد الأقصى وإسرائيل أذعنت وتوقفت عن مهاجمتهم ربما بسبب الضغط الدولي هناك ضغط أمريكي، الأمم المتحدة، الدول العربية، مصر، الأردن، الإمارات وأيضاً تركيا كل هذه الأطراف تضغط ربما هذا هو السببور أيضاً إسرائيل في هذا الوقت الذي تواجه فيه كل هذه التحديات المجتمعة لديها أزمة داخلية، هناك معارضة قوية تطالب نتنياهو بوقف التعديلات القانونية والتعديلات القانونية بالنسبة لناتنياهو مسألة مصيرية تتعلق بمصيره الشخصي لذلك متوقع أن تواجه إسرائيل مزيد من التحديات في المرات القادمة وواضح أن التراف الفلسطيني لم يعد وحيداً وأصبح ردوده تؤثر وتدفع إسرائيل إلى التراجع كما شاهدنا في المسجد الأقصى علماً بأن الاكتحامات تتواصل من ناحية المتطرفين اليهود دخلوا اليوم حسب الأوقاف الإسلامية أكثر من 900 يهودي دخلوا المسجد الأقصى حتى صلاة الظهر وثم توقفت غداً هو آخر أيام عيد الفصح وسيكون هناك اكتحامات وبعدها ستتوقف ستكون العشرة أيام الأواخر من شهر رمضان حيث تتوقف كل الاكتحامات نعم محمد دراغم مدير مكتب الشرق من القدس كنت معي جزيلة شكراً لك ترجمة نانسي قنقر